تعينات عسكرية جديدة تشهدها كوريا الشمالية تشمل تحديثات في قيادة الجيش وسط التوترات التي تحيط بشبه الجزيرة الكورية قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغون إقالة رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش باكسو إيل من منصبه وتعيين ريونج جيل بدلا منه وهو الذي تولى سابقا منصب وزير الدفاع قرار بيونج جينغ يأتي ضمن سلة تعينات جديدة في الجيش شملت إقالة ضباط وتعيين آخرين أو نقلهم إلى مناصب أخرى جاء ذلك خلال ترأس الزعيم الكوري الشمالي اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدد من القضايا الأخرى بينها تكثيف تدريبات الجيش خصوصا من الناحية الهجومية وذلك في ظل الوضع السياسي والعسكري الخطر في شبه الجزيرة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الاجتماع خلص إلى أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة يتطلب من الجيش أن تكون لديه قدرة استباقية واستعداد عسكري شامل وكامل لأي حرب محتملة اشتركوا في القناة